السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومحبي ومتابعة الفتح في كل مكان أسعد الله أوقاتكم بكل خير وسعادة وراحت بال ما تنسوش اللايك ما تنسوش الشير علشان خطر الفيديو يتصعد دائما براءة سامن مصري النهاردة احنا بنتكلم على سامي أحمد حدائه أو ما تسمى بسامن مصري المسيرة للجدل كالتصريح لها كبيرة وحاجات عمليةها كبيرة يا رب بقى تعقل بعد كده وتبطل الحاجات اللي بتسيق لها وتسيق أيضا للفن المصري يعني بوجه عام طبعا ما حدش ينسى الصورة بتاعتها بصور أبراج الكويت الشاهقة لما كانت في الكويت وصورت الهنش بتاعها أمام الأبراج وكانت حاجة صعبة جدا وصورة مسيئة كبيرة جدا وخطأ كبير جدا وتصريحها مع محمد صلاح أنها نفسها في كذا كذا إساءة كبيرة جدا لفخر العرب اللي احنا بنحبه وهي كانت متأكدة أن محمد صلاح مش حينجرف إلى هذا الكلام أو حيرض عليها حتى بكلمة واحدة وأساءت برضو الجمهور لما راحت بعد كده في أستاذ برج العرب وأستاذ القاهرة مما خلى الأمن يخرجها من داخل الأستاذ بعدما أساءت إساءة كبيرة جدا 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 هي موليد سنة 1976 يعني تقريبا 45 سنة وسبحان الله اللي يشوفها ما يدهش 35 سنة لكنها هي خرجت طبعا كلية أداب آه خرجت أداب بس كلية قسم لغة إنجليزية قضت المحكمة مستأنة في الاقتصادية ببرائطها يعني من تهمة سب وإزعاج ريهام سعيد كانت متهمة مع ريهام سعيد بأن في ألفاظ خادشة وجهت لها عبر يعني تطبيق الواتساب وكانت مادام ريهام سعيد شكيها بهذا الشيء في المحكمة الاقتصادية مرتضى منصور أيضا تنازل يوم 27 سبعة عن كل الأضايا اللي بينه وبينها أعتقد كان فيه تقريبا حوالي 8 أضايا بينها وبين المحامي مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق هي كانت في إبريل 2020 يعني تم الأبض عليها بتهمة طبعا التحريض على الفسق والفجور هي قالت إنها كانت عرضة صور وحاجات يعني ومقاطع خادشة للحياة يعني حاجة صعبة جدا عبر مواقع التواصل الاجتماعي هي قالت أبدا أنا نشرت صوري زي كل الناس اللي بتصورها لأن أنا بحب ملابس الداخلية وتصورت بالميو على حد اتعبرها زي كل الممثلات ما تصوروا قبل كده بالميو زي كل الناس ما بتتصور بالميو وكده وأنا ما خدشتش حياة حد وأنا بأعمل الصور دي لنفسي وليس الأصد منها خدش حياة أي إنسان إحنا مش عارفين بقى كل التحية يا رب تعقل بقى يعني الكامرة بقت 45 سنة خلاص بقت سيدة ناضجة كل التحية وكل الاحترام لمحبي ومتابعة عيد الفتح في كل مكان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة